خمسة أشخاص لقوا مسرعهم وأصيب آخرون في حادث استضام سفينة شحن بجسر في مدينة جوانزو جنوب الصين ما أدى إلى سقوط دراجة نارية وأربع مركبات في المياه جراء انهيار الجسر إلى نصفين السلطات الصينية أشارت إلى أن السفينة كانت قادمة من مدينة فوشان متجهة صوب منطقة جوانزو قبل أن تصطدم بالجسر كما فتحت الجهات المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث إدارة السلامة البحرية الصينية أكدت أن فرق الإنقاد لا تزال تواصل مهامها في عملية البحث عن المفقودين في ذات السياق إدارة الملاحة البحرية في بيان لها أوسط كل أرباب السفن وسائقية المركبات الذين يستخدمون هذه الطريق بإيجاد طرق بديلة في انتظار تهيئة هذه الطريق كما تسبب هذا الحادث في تضرر خطوط أنابيب إمداد المياه لا سيما عن سكان جزيرة سانمين ما دفع السلطات لإطلاق خطة طوارئ لضمان تزويد سكان الجزيرة بالمياه